الفيلم التركي ملاسجارد بطولة جينكيز جوشكون. ده احد ابطال مسلسل ارتغلور طبعا. نجم كبير من نجوم المسلسل. عشان كده الفيلم كان منتظره بشكل كبير. وبما ان الفيلم كان على شركة نتفلكس طبيعي هيجيب متابعين يعني خارج الدراما التركية. ممكن حد كتير جدا ما بتفرجوش على الدراما التركية يتفرجوا على الفيلم. فعني اختصارا كده هنتكلم هيبقى على الكلام هيبقى عبارة عنها. موجه للناس اللي اتفرجوا. بيتفرجوا على الدراما التركية وبالاخص شافوا نهضة السلاجيقة وبيتابعوا حاليا مسلسل قلب ارسلان والناس اللي ما تعرفش حاجة عن الدراما التركية وما شافتش الدراما التركية. مبدئيا كده الفيلم يا جماعة ما يتقارنش به الدراما التركية تماما. تماما تماما. حرفيا الفيلم صفر على الشمال بالنسبة للدراما التركية. انت لو تفرجت على مسلسل قلب ارسلان هتقول ايه اللي هم عاملينه ده. على الرغم من المفروض نتفليكس انتاج عالمي والانتاج يبقى حلو جدا الا ان الفيلم كان محبط لأقصى درجة. يعني حرفيا انت لو انت تفرجت على قلب ارسلان كده وضغط السلاجقة. الحلقة فيهم ساعتين ونص على الاقل. الفيلم ساعتين. انت هتملي من اول عشر دقائق. هتفضل تجري تجري تجري. يعني انا فضلت تجري 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 كده. ولحد حتى ما وصلت للمعركة. والمعركة ما شددنيش تماما. وللاسف اضطرت ان انا اتفرج على الفيلم ساعتين كاملين. عشان خاطر اعمل الريفيو بس عشان هم اظلموش وقول كلمة حق فيه. وخلاص يعني. انت بقى لو تفرجت على لو انت بتفرج على نهضة السلاجقة فحرفيا كده اول تلت ساعة من المسلسل اه من نهضة السلاجقة كده ده المعركة اللي كان فيها مالك شاو ومعركة من الناس جارد اللي جابوها اختصارا خالص كده. اللي اجد في انتظرنا لسه في نهاية مسلسل قلب ارسلان. المعركة دي بالفيلم كاملة حرفيا يعني تلت ساعة بالفيلم كله جده على بعض. فيلم حرفية منوش لازمة يعني مش عارف. بصراحة على مستغرب جدا من نتفليكس والانتاج بتاعها رغم من المعركة دي. مهمة جدا جدا في تاريخ المسلمين وبتاريخ الاطراق والانادول. يعني هم الاطراق ساعتها سيطروا والمسلمين على الانادول بعد المعركة دي. لان كام ديوجين اللي بالمناسبة القصة تاريخيا ديوجين وازاي وصلت الامبراطور. اه وان هو يبقى الامبراطور دي تقريبا محرفة ومش موجودة في التاريخ. وبرضو حياة كتيرة جدا محرفة تاريخيا في الفيلم اللي موجود. فالموضوع كله بصراحة فيلم مخيب للامال. ومش عارف ازاي الممثل وافق بعد ما عمل اه بقى كان من ابطال مسلسل ارتوغلور ازاي يوافق ان هو يعمل عمل زي ده. شخصية قلب ارسلان شخصية كبيرة جدا. ويعني هم سامنينه قبل فتوحات. يعني اللقبه كده قبل فتوحات. وبالفعل قبل فتوحات. ازاي انت تعمل فيلم زي ده يعني مش اقوله وما وصلش لدرجة للتشويه. بس فيه يعني فيه حاجات كتيرة جدا تاريخيا غلط. غير بقى اللي حرفيا كده الفيلم ممل جدا جدا جدا. تقريبا موسيقى تصوية معدومة ما حسبش بيها ما يفيدش انتباهي. الملابس نوعا ما مش فاهم ايه اللي بيعملوه ده. لو جيد قرنت اصلا دلوقتي عند ريفرنس. المسلسل التركي مسلا او قلب ارسلان. يعني خلينا نقارنه بقلب ارسلان. هنظلمه لو قرنت اصلا دلوقتي فنقول ايه? نقارن حاجتين ببعض. نفس الشخصية. نفس المسلسة. الازياء صفرة عالشمال. الفيلم حرفيا صفرة عالشمال. مش يعني مفيش في حاجة عيدلة بصراحة يعني. حتى اخراج المعارج اي كلام. اول ماشيك كده على طول كده اللي هو الاستيطاحة باسم الله كده قلب ارسلان. ادي له خبطة طياره. فيلم هندي احنا بنشوف فيلم هندي طياره طياره يعني ما بتحصلش ده. فلا فبصراحة ما عجبتنيش تماما يعني حتى زي ما بقولي الاداء ما فيش في حماس انت بتتفرغ على انت الصراجبة كده تبقى قاعد او قلب ارسلان. بقى انت قاعد لو انت قاد على كرسي بتتفرغ عايز تقوم كده من الحماس. الحماس بقى والجهاد والله اكبر وفي المعرقة والجمو ده ده كله ما حسيتوش في الفيلم على عكس المسلسل تماما يعني. فلو انت زي ما قلت وتفرغتش على الدراما التركية. انصحك كده ما هتقفلش منها بسبب اه الفيلم ده. وبص شوف تفرغ بس كده يعني اكتب نهضة الصراجقة. اه هيبقى موسم اول بقى على اي موقع اين كانوا نهضة الصراجقة. هتفرغ على اول ساعة. بالزبط من الحلقة الاولى هتشوف فيها معرقة رغيبة. معرقة تحفة. هو طبعا المسلسل بتكلم عن ملك شاه اللي هو ابن قلب ارسلان اصلا. ولكن كانوا جايبين المعرقة كده انه دي بداية بقى ايه صعوب ملك شاه على العرش من بعد ابوه. فجابوا المعرقة او جزء من المعرفة باختصارا كده. ده غير ان فيه مسلسل اسمه قلب ارسلان. بتكلم عن تاريخ. اه وحياة السلطان قلب ارسلان. ابو الفتوحات. مسلسل طحفة بقى موسيقى تصورية عالية. اه ده تمسيلي عام. ازياء طحفة. اجواء وحماس. ده ما بعده حماس. فاني ايه انصحك تتفرج عليه ومحسنية. اما بقى لو انت من عشاء دراما التركية والفرق على المسلسل وشفت الانت السلطانية فاحسن لك ما تشوفش الفيلم. حرفان هتتعقده يعني هتطرح حيالتك. اذا ضريعت ساعتين كده فيه في الفاضي والله يعني ساعتين ونص كمان للنف. شفتوا الاول اعاد تجاري جاري ان الملل يعني الورد طبعا الاول ملل 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 بجاري بجاري بجاري. وللاسف فجاعات اشوفت انا عشان خطر اعمل قلت يمكن التجارية هتظلمه. لأ لما شفت كل دقيقة فيه حرفين ما زرمدوش ولا حاجة. وحرفين ملل لقى بعد الدرجة. يعني مش هقول تقييم في الفيلم ولا لا ما استقراب له بس نتفليكس ازاي بالانتاج. مفروض نتفليكس انتاج علامي تعمل مزامية ضخمة. انها تعمل ساعتين مفيش خالب مفيش مقارنة بينه وبينه وبينه مسلسل. اعررنا من ان حلقة واحدة بس من المسلسلات باعة تركيا ساعتين ونص اكتر من الفيلم. وشوفوا ضخمة الانتاج فيها عاملة ازاي وضخمة المسلسل. يعني النتيجة عالشاشة عاملة ازاي. حتى الاجواء رهيبة يعني. زي ما قلت بتقرر تاني تقررتها لتالت مرة او في الفيديو. لو انت مش ماليش تجربة مع الدراما التركية. انصحك تتفرج على اول تلت ساعة بس هتلعسك تشدد وانا واصل وانت هتكمل ناصل السلاجيكة ومن بعد هتدخل على قلب ارسلان وتتفرج عليه على طول لان بصراحة حاجة عالية جدا. لو انت طبعا زي ما قلت ان العشاء مش هيجبك الفيلم تماما. فكاية كده يعني خلاص. مفيش كلام اكتر من اللي انا قلته. هتعمل لك وشي للحلقة قلت لو تقول لي هيا كيف الفيلم اللي اتفرجت عليه. هتعمل لانت مش مشترك تشترك في القناة واتفعل تزالي التنبات عشان وصراك نشعر بالحياة الجيدة وانتساش تابعينا على انسجرام على فيسبوك او الكتوك او شوفكم في حلقة جديدة بازلنا.